السلام عليكم ازايكم يا حلوين عامليني يارب اكونوا بخير النهاردة جايبا لكم فيديو طريقة عمل اللعبة دي من الجوارب القديمة او الشرابات القديمة طبعا انا كنت عملت من كم سنة لعبة زيها كده تشبهها شوية بس دي مختلفة حبتين هي عبارة عن ارد معمول بفردتين شراب مبدئيا كده خلينا اقول ان الفيديو ده مش انا اللي عمليه الفيديو ده انا شفته على احد المواقع واستأزمت صاحبته ان انا هترجمه بالعربي لانه باللغة الانجليزية ان انا هترجمه بالعربي وانزله لكم مبدئيا لو انتوا بتحبوا النوعية دي من الفيديوهات لايك وشلس حقكم علشان يستفيدوا زيكم وكمان لو حابين تتابعوها اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم الفيديو او للناس يلا بينا نعرف ازاي نعملها هنجيب فردتين شراب اي فردتين شراب عندك بس يكونوا نفس اللون وهنعمل اي بقى هنقص الفردتين شوفوا كده هنقص دي دا اليد وهنقص اطول منها شوية علشان نعمل الرجلين بعد كده هنقص الجزء ده من الجنبين اي دي الجنب ده وهنقص الجنب التاني برضه وبعد ما نقصه زي ما انتوا شايفين كده قطعتين هنخيط كل قطعة لوحدها بالطريقة دي كده وبعدين هنحشيها هنحشيها قطن فايبر ولو عندك قطن عادي برضه ممكن تحشيني تحشي بيه او عندك اصائيس وماش برضه ممكن تحشيها وبنعمل اللي اربعة زي ما احنا شايفين طبعا ايدين ورجلين والجزء الباقي من اليدين شايفين اللي هو الجزء اللي احنا قصينا منه اليدين اللي هو الطويل ده هنركب فيه الرجلين ونخيطها اهو بالطريقة دي كده بنخيطها من جوة طبعا بنسيب الجزء اللي في النص ده كده مفتوح علشان ندخل منه القطن الفايبر او القطن العادي او قصيص القماش وبعد كده بنخيطها بالطريقة دي كده خيطها دي خالص وبنشد الخيط بالابرة وبعد كده هنعمل الجزء بتاع البق عبارة عن يعني حتة قماشة كده ويعني تخيطيها على شكل دايرة وتحشيها قطنة وبعد كده بنخيطها يعني ده شكل كده عبارة عن نص دايرة وبعدين هنحط العنين دي العنين اللي هي البلاستيك العادية دي بتلزقيها او بتشتريها وبعد كده بنرسم البق ورسمة المنخير شكل سبع بنرسمها علشان نماش عليها بالخيط الاسود زي ما احنا شايفين كده اهو وهنا برضو هنماش عليها بالخيط الاسود شكل سبع الجزء اللي باقي بقى من الرجلين اللي احنا قصينا منه الرجلين بنعمل منه نص دايرة اللي هي هتبقى الودان وبنخيطها بنخيط النص دايرة وبنحشيها اهو زي ما انتو شايفين ادي شكل الودان طبعا انه نخيطها من تحت وبنخيطها من هنا كمان بعد كده هنجيب فردة شراب اه بيضة ونعملها نقصها من فوق كده شكل مسلس اللي هو بنعمل الزعبود بتاع الراس اه ما عنديكيش بيضة اي لون تاني اعمليها اه عندك حتة قماشة تعمليها شكل مسلس وتخيطيها برضو اعمليها اه كده يبقى الشكل خلص اتمنى انه الطريقة تكون سهلة وبسيطة وقفدتكم وهنا هنركب اليدين والشكل يبقى خلص تماما ده الشكل النهائي بتاع الارد زي ما احنا شايفين كده وطبعا هتلاقوا شكل تاني للارد موجود على القناة هحط لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو علشان تتفرجوا عليه برضو قابلكم في فيديو جديد على خير وما تنسوش لو انتو حبيتوا الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ولايكوشل لصحابكم اقابلكم على خير واسفل امو عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا